بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمع رب ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصير صباح الخير على خضراتكم جميعا الزمالك يغادر المملكة العربية السعودية ويرجع ان شاء الله القاهرة نهاردة بالليل جمعة مشيئة الله تعالى بعد ما يكون ادى مناسك العمرة في مكة المكرمة يرجع تاني ياخد لعيبة لم شنطها وترجع على القاهرة الزمالك راجع من البطولة العربية بعدد كبير جدا من المكاسب مش كل المكاسب ان انت تكسب مباراة او تتأهل من دور مجموعات او حتى تفوز ببطولة في مكاسب تانية حتى في حالة الخوق انا وجهة نظري المتواضعة جدا وانا واحد من الناس الحقيقية اللي كنت متخوف جدا والان او وعايز اقول لك مبالغ يعني لو قلت لك اني كنت مرعوب من ان الزمالك يروح البطولة العربية ويلعب النصر العملاق العملاق بالشكل ده والشباب السعودي بالارقام اللي بنسمعها وباللعيبة اللي وبالطفرة الغريبة اللي بتعملها الكورة اللي بتعملها السعودية في الكورة وحتى فرقة الاتحاد منستيري بطل تونس برضو من يعني تونس كويتها عالية طول الوقت كنت قلقان جدا ان الزمالك يروح يقدي بشكل وحش يخسر بتلت مطشوات ويرجع يعني ايد ورا وايد قدام انما انا اتفاجئت صراحة لان الثلاث مباريات اللي الزمالك لعبهم كان اكتر من النت كان هو اللي متسيد اللقاءات كان اقرب للفوس ولما لما العدالة توفيت في مطشيل مطش الاتحاد المنستيري والنصر السعودي عدالة عدالة مطش يعني تكافؤ فرص يعني بيلعبوا في اجواء طبيعية كورة بيلعبوا كورة زيهم زي بقية العالم كله لا فيه تأثير من حكم ولا فيه تأثير من معلم مش عايف لجنة منظمة ولا فيه تأثير من لجنة مسابقات ولا الفيلم الهندي اللي احنا طول الوقت شرخالين فيه وبنهري فيه عندنا هنا في مصر ده الزمالك كسب مباراة بالاربعة والتانية العملاق النصر السعودي وجواء اسماء وميزانيته بالمليارات لعيبة اللي موجودة في النصر دول مليارات الدولارات ماشي على الأرض هو اللي بيتعادل مع الزمالك في ديئة 87 وكان الزمالك قويب جدا ان هو يقصي هذا العملاق ويخش هو مع الشباب طبعا الزمالك في مطش الشباب هو ده المطش الوحيد اللي فيه فيه مطشرة غير طبيعية وخسر بالأمر بضرب الجزاء زي ما حضراتكم كلكم شايفتها وبالتالي حتى يعني الإشادة مش مجاتش منينا احنا بس لأ ده جات من أحد أساطير قرة القدم في العالم كريسيانو رونالدو اللي بعد المباراة قالك الزمالك صعب قالك المباراة كانت صعبة والزمالك فرقة منظمة وبالتالي ده رأي واحد كان موجود في الملعب من عظماء العالم ده رأيه في نات زمالك فما رأيك باللي حواليه بقى هيبقى هيبقى ايه مستر اوزويو شابور تعظيم سلام آه في بعض الأخطاء في مباراة النصر فيما يخص بعض التغييرات إنما راجل له كتير شابور اللعيبة اللي موجودة أرض الملعب بالكامل أداء روح قتال كرة حلوة قوي بتتلعب من ضمن المكاسب اللي طلعنا بيها كنات زمالك إن انت تطمنت على فرقتك إنها بتعرف تدفع كويس قوي بتعرف تقفل مفاتيح لعب سادي ومليق ما شفتوش كريسيانو رونالدو طول المباراة مقفول عليه هتقول لي هو اللي جاب الهدف هقول لكم مال هو اللي عيب هتدفع بمليارات ليه فرق الخبرات هو اللي حسم اللقاء فرق الخبرات هو اللي حسم لقاء النصر والزمالي خبرة كريسيانو رونالدو في مواجهة خبرة عبدالغاني وعبدالمجيد وسكر عبدالغاني وعبدالمجيد وسكر خبراتهم قدام خبرة كريسيانو رونالدو مين يكسب؟ الدور الدور ومال هو بيدفع في ليه عشان المواقف اللي بخبرة خلص ماتش خلص خلص مباراة إنما الزمالك مجمل المباراة هو اللي متسيد هو الأفضل هو الأحسن هو اللي بيلعب كرة حلوه هو اللي بيهدد هو الأخطر على المرمى هو اللي سابق والنصر هو اللي بيجري وراه علشان يلحق يتعادل وكان خلاص فأنا بقول يعني تعظيم سلام لكل بيهدد ستنادي الزمالك هناك لأن الزمالك راجع من البطولة العربية بمكاسب كتير جدا 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 لا تحصى ولا تعد من البطولة في انتظار إن شاء الله الموسم القادر نيجي بقى ليه الأجواء هنا ونيجي بقى ليه غرامة كهرباء اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها بص يا سيدي صلي على رسول الله مبدئيا القرار اللي صدر من الفيفا هو إيقاف كهرباء ستة شهور والإيقاف دوت مربوط بدفعه للغرامة اللي هي اتنين مليون دولار وثلتمائة وثمانين ألف اتنين مليون وثلتمائة وثمانين ألف يعني الداخلالة في اتنين ونص طريبا مليون دولار طيب جميل جدا كهرباء على حسب تصريحات المحامي بتاعه قالك نتقابل بعد نص ستمبر فخلاص معنى كده إيه؟ معنى كده إن الدفعات اللي قالها المحامين سواء علي العباسي التونسي أو أشرف عبدالعزيز المصري أمام الاتحاد الدولي فيه الجلسة بتاعيته من باح الاتحاد الدولي آفاضها يعني لا هقصتلك ولا هقصتلك الغرام لأن هما كانوا عايزين كده وإن مبلغ اللي موجود 11 مليون في السنة فأنا ما معايش فلوس هدفع له مليش علاقة بالليلة دي فبالتالي الدفعات اللي كان أو اللي ايه؟ المقاوحة تمام؟ اللي كان بيقاوحها اللي اتنين محامين مع الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي ما بيتقاوحش ما فيش لها أجلك دفع ظلامة ولا هقصتلك ادفع طب إنت موقوف ستة شواء والوقف مرتبط بإيه؟ بتدفع خلاص فالقصة خلصت طب ما دفعش ليه؟ بيهازي مين؟ الزمالك بيهازيه هو عارف إن الزمالك عنده أزمة مادية وإنه دلوقتي في صفقات وعنده مشكلة مع اتحاده الكوة وكان وقف مش وقف قيد بقى لا ده الاتحاد قافل السيستم على الزمالك فيما يخص قيد لعيبته ورئيس الزمالك السيد مستشان مرتضى منصوره راحه وقعد واجتمع وكان فيه كلام على المديونيات والزمالك راح دفع جزء من المديونيات اللي عليه وتفتح السيستم علشان يتم قيد القوائم الأولى للزمالك طيب القصة في إيه؟ قصة في إن القايمة التانية اللي هي بقى بتاعت اللعيبة الجداد اللي هي بتاعت الصفقات الجديدة تقفل نص تسعة هتقفل نص تسعة يبقى بعد نص تسعة أنا هدفع لك الغرامة بحيث إن أنت متستفدش منها في الصفقات الإيه؟ في الصفقات الجديدة إنك متستفدش منها في الصفقات الجديدة هو أنا بدايقك بس هو أنا بمطلك بس بس دي ليها حلول بس خلي بالك دي ليها حلول إيه حلولها؟ ما أنت خلاص ما أنت أعلنت للعالم كله أعلنت للعالم كله إنك هتدفع نص تسعة كم؟ اتنين مليون ونص دولار يعني حوالي ميت مليون جنيه يعني أنا كالعيب كورا النهاردة عارف ووثق متأكد إنه نص تسعة داخل ميت مليون فلما هعود مع نتزة مالك النهاردة هتفاوض وهيقول لي هتاخد فلوسك ستتاشرة تسعة هقول له حاضر ما خلاص مضمونة ده أنت ضمنتها دلوقتي وإنت مش واخد بالك أنت ضمنتها دلوقتي وإنت مش واخد بالك كل لعيب النهاردة بالنسبة له إنه هو يبقى موجود في نتزة مالك ده برضو حلم إوعى تنسى إنه مش حلم لا ده حلم لأي لعيب في مرساة ديكوش شايفينه؟ بعض اللعيبة اللي بتنشي من النادي الأهلي بتتسول أمام واحد شرعة جامعة الدول العربية نفسها بس تخطي باب عتبة نتزة مالك ونتزة مالك هو اللي بيوفد لأن نتزة مالك ما بياخدش السقط بتاع النادي الأهلي بل على العكس ده الأهلي هو اللي بياخد اللعيبة الكلاس إيه النجوم اللي بيعمله الفرق منين؟ من نتزة مالك ليه؟ عشان نقطة واحدة بس اللي هي إيه؟ اللي هي إن الأهلي مستقر إدارياً ومالياً فلذلك قادر إن هو يفرض سيطرته قدي الزمالك الاستقار الإداري الأول والاستقار المالي التاني واعملوا مسابقة زيكم زي بقية البني قدمين الطبيعيين وشوفوا الزمالك هيخش خمس ست بطولات في السنة هياخد منهم كم بطولة ثلاث حاجات سهلين مش صعبين عندي مشاكل جوايا مش مختلف عشان ما تقوليش انت مشاكلك ما عندي عندي مشاكل اللي من جوايا وعندي الناس اللي بتضرب من جوايا بس إن شاء الله بإذن الله نبقى قادرين إن إحنا نلم الدور دوت من جوا لكده خلصت حلقة مع حضراتكم نشوفكم بكرا على خير سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته